بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا المجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس عجيب شوية وعشان نقدر نتحمل أنوار الجلوس بين أدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نسلم عليه نقول السلام عليك يا رسول الله لأن احنا لما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يرد روح حضرة النبي عليه فيرد علينا السلام فلما يرد علينا السلام نقدر نقعد نبيين إيديه صلى الله عليه وسلم وقلوبنا ما تحتلقش من جمال نوره صلى الله عليه وسلم يا رب أنت تعلم قدي إيه إحنا مشتقين لحضرة النبي وقدي إيه لما بنقرأ حديثه صلى الله عليه وسلم بيبقى مردنا من هذا أننا نزلل شوقا إليه ونبقى في صحبته وعشان كده هنقرأ النهاردة حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا عايزين نفهمه بطريقة صحيحة نفهمه بطريقة تنور قلوبنا فحديث النهاردة عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكد على كتبنا وندع العمل قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل الجنة من أهل الجنة والسعادة فيوسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فيوسر لعمل الشقاوتي ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة يقصد الآية هذا الحديث لابد أن نقرأه بعناية تعالوا نقرأ الحديث مرة تانية بعناية عشان نقدر نفهم معاني التي أقرها صلى الله عليه وآله وسلم ولابد أن تكون نبراسا لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا الإمام علي يقول في كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل قال صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فيوسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فيوسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة الآية هنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من تخول رسول الله للصحابة بالنصيح الموقف اللي احنا فيه موقف واضح نحن فيه جنازة الجنازة حضرة النبي عرفنا الجنازات ايه وعرفنا زيارة القبور دورها ايه في حياتنا دورها في حياتنا انها تذكرنا بالآخرة حضرة النبي يقول ألا انني قد نهيتك كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فانها تذكركم بالآخرة فالجنازة بتذكرنا بالآخرة وبتذكرنا ايه اللي بنقبل عليه بعد الآخرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا في هذا الموقف أن نكون معتدلين يعني ايه أن نكون معتدلين فبيعلمنا جملة من الأشياء في هذا الحديث أول حاجة بيعلمنا شيء مهم جدا 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 بيعلمنا ايه الاتزان الاتزان بمعنى ماذا الاتزان الذي ينشأ من ايه وهذا معنى حضاري لابد ان احنا نفهمه حضرة النبي لما بيذكرنا ان كلنا تكتب مقعدنا من الجنة أو مقعدنا من النار ده مش لي الإرعاب مش جاي عشان يرعبنا ده ولا جاي كمان عشان يخلينا نطمئن بس أنا كمان لفتني حاجة مهمة جدا في فهم الصحابة عن قولها بعد شوي بس بس كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ما منكم من احد الا وقتب مقعده من النار ومقعده من الجنة يعني حضرت النبي بيقول لنا ايه اللي هيفهم الفهم السازج والعل الصحابة كفونا ما قونت هذا الفهم اللي هيفهم الفهم السازج ويقول ايه ان المساء المنتهية فنعمل ايه بقى فما لوش لازم العمل بس حضرت النبي علمنا مبدأ مهمة جدا ان كتابة المقاعد في الجنة او المقاعد في النار المقصود بيها حاجة تانية خالص غير مسألة ان الواحد يحس بالنهاية يحس بيه مسألة ان خلاص المسألة ما فيهاش تغيير لا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخرجنا من ده الى مسألة الاتزان ان القضية مش قضية انت هتروح فين لكن القضية قضية انت هتعمل ايه يعني حضرت النبي غير الفهم اللي احنا بنفهمه الفهم اللي احنا بنفهمه اذا كان كل واحد فينا مكتوب على جبينه هو رايح فين ومكتوب على حياته هو رايح فين رايح الجنة او رايح النار يبقى خلاص المفروض ننتظر الجنة وننتظر النار بس لا حضرت النبي عايز يطمئن بان الله عدل ان ما فيش انسان فينا الا والله سبحانه وتعالى سيكون عدلا معه اشتركوا في القناة